اتلاق تصويت لعمليات التصويت وانضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري مباشرة من البحيرة أحمد بعد التحية صف لنا الأجواء لديك الآن في البحيرة صباح الخير فاطيمة نحييكم من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة أنا في اللجنة العامة رقم 34 تحديدا مدرسة معاز ابن جابة السموية للبنات قبل الساعة التاسعة مؤنى المستشار على غلق الأقفال فيما يخص صندوق الاقتراع واللجان كما تركها أمس عند إغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساء وبالتالي فتحت اللجنة هنا في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد اتمئنان المستشار والقاضي على سلامة الأقفال وأخذ الصندوق الاقتراع وبدأ الناخبون في الأقبال على اللجنة هنا في مدينة دمنهور للإدلاق بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 أحمد ماذا عن التسهيلات المقدمة من قبل هذه اللجنة للناخبين سواء من الشباب أو النساء أو حتى من كبار السن يعني على مدار اليومين الماضيين واليوم الثالث أيضا الذي نحن فيه هناك مجموعة من التسهيلات سواء من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة النسئية أو أيضا المتطوعين الذين يوفرون الكراسي المتحارقة طبعا لكبار السن أو لذوي الهمم كذلك يوجد مجموعة من المتطوعين خارج اللجان وخارج المدرسة لمساعدة المواطنين وخاصة كبار السن لذين يرغبون في معرفة أماكن لجانهم بالبحث من خلال بطاقة الرقم القومي عن أماكن اللجان وتوجيههم إلى اللجنة المخصصة لهم أشير أيضا إلى أن مدينة دمنهور هنا أو في محافظة البحيرة ونحن نتحدث عن 24 لجنة من لجان الوافدين هذه اللجان تم تخصصها للوافدين سواء العاملين هنا في محافظة البحيرة وطبعا نتحدث عن المواطنين الخارج من محافظة البحيرة أو الذين جاءوا في زيارة سريعة أو خاطفة لمدة يوم أو يومين في فترة هذه الانتخابات كذلك محافظة البحيرة شكلت غرفة عملية مركزية تعمل منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية وقبل اليوم الأول أيضا هذه الغرفة المركزية تابعة لمحافظة البحيرة وتتابع بشكل يومي وعلى مدار الساعة مجرايات الانتخابات هنا في المحافظة حتى هذه اللحظة لم يتم أي معوقات أو مشكلات واجهة العملية الانتخابية تواصلنا أمس مع غرفة العمليات المركزية أكدت لنا هذا الحديث وبالتالي نتحدث عن عملية ميسرة للغاية سواء من قبل الأجهزة الأمنية التي تحيد بالمدرسة وباللجان من الخارج وتوفر أيضا الحماية وحماية المقرات الانتخابية من الخارج وكذلك سواء من المتطوعين وأيضا من قبل المحافظة التي تتابع أيضا على مدار الساعة مجرايات هذه العملية الانتخابية من المقرر أيضا أن يستمر التصويت حتى التاسع مساء اليوم وأكد المستشار هنا في هذه اللجنة لجنة العامة رقم 34 أن آخر مواطن أو آخر ناخب يدخل اللجنة أو المدرسة قبل الساعة التاسع مساء له حق التصويت يعني لو دخل الساعة تسعة إلى دقيقة لو أن يقوم بالإدلاء بصوته حتى لو كان العدد متزايد أو تجاوز العدد في تجاوز الزمن أو الساعة للتاسع مساء أذكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل تلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من البحيرة ترجمة نانسي قنقر